يوجد اليوم عند الصحابة ما كان موجد تعجبه قال ويلعن الرجل والديه قال ان من اكبر الكبار ان يلعن الرجل والديه وفي حديث قال لعن الله من لعن والديه الصحابة تعجبه ويلعن الرجل والديه فسرها له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون لعن الوالديه اذا كان هو سبب لجلب اللعن لوالديه فقال يسبوا ابا الرجل فيسبوا اباه ويسبوا امه فيسبوا امه فهكذا الذي يتسبب بالشيء يعتبر فاعل الله ولذلك جرت العالة الناس إلا من وفقه الله وحفظه إذا سب أحد والده أو والديه أو لعنه ارد عليه بمثلها صح؟ فإذا لا تلعن أحدا حتى لا يرد عليك فإن فعلت ذلك مع علمك بأن الناس ردون عليك تكون أنت قد تسببت فأنت تكون لعنا لوالديك هذا الحديث استنبطوا من العلماء من المعاصرين مسألة المظاهرات والخروج على الحكام قال الذي يخرج ويسبب دمار للبلاد هو سفك العباد هذا هو المتسبب هو يتحمل هذا المسؤولية لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والده كيف قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه طيب هذا الذي يثير المظاهرات ويخرج وخلي هذا الحاكم يأتي ويذبح الناس ولا الجيش قتل الناس هذا هو تسبب يتحمل بل أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم من الصحابة أفتوا رجل قد شج رأسه وأجنب أصبع على جنابه قد شج رأسه أن يقتسب استفتام قال اختسر اختسر رجل وفي شج رأسه فمات فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله وقتلوه قتلهم الله قتلهم الله هذه لها عدة معانيه هلكوا من معانيها لعنهم الله قتلهم الله لعنهم الله لأنهم تسرعوا في فتوى سببت قتل رجل واحد فكيف هؤلاء الذين يتسببون بهذه بذهاب بلد كامل بأهلها بالملايين المملينة كم سيتحملوا ها بين أيدي الله عزيز والعجيب أن كثير منهم لم يتوب ولم يصرع بالتوبة ولا ندم بل بعضهم يقول أنتم غلطانين بعد ما بدأنا الحد الآن وكل هل حاصل المسلمين بسبب فتواهم بسبب تعجلهم بسبب سفهم ومع ذلك يقول نحن ما زلنا نقول أننا صح والذي فعلنا صح والثورة مفض من زمان تصير بعد نسى الله العافية الله العافية نعم